تستعد محافظة الغربية لاستقبال البطل الأولمبي أحمد الجندي عقب أودته من أولمبيات باريس يتي ذلك احتفالا وتكريما للبطل المصري بعد حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الخماس القديث وتحطينه الرقم القياسي في إنجاز عالمي فريد للمرة الثانية يرفع رأسنا عبارة ترددت على كل لسان فور سماع نبأ تتويج البطل الأولمبي أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماس الحديث بأولمبيات باريس وهو نفس البطل الذي فاز بالفضية في أولمبيات توكيو 2020 وسادت فرحة الانتصار منزل عائلة الجندي بمسقط رأسه في قرية مشال في محافظة الغربية التي عاشت أجواء الإنجاز العالمي احنا كنا منتظرين دي وكان أملنا في ربنا سبحانه وتعالى أن أحمد يحقق الذهب بعد فضية توكيو فالحمد لله ربنا أكرمنا وهو مجتهد وتعب فعشان كده ربنا الحمد لله أكرمنا حطم البطل المصري الرقم القياسي بحصول على 1555 نقطة في نتيجة مذهلة ترتبت على مشواره منذ الصغر حيث كان مواضبا على ممارسة السباحة ورياضات أخرى لتشكيل مقاومات البطل الأولمبي مبروك يا أحمد انت فخر لنا كلنا وشرفتنا ورفعت رأس مصر كلها وبجد كلنا كنا فخرين بيك ولحظت الفرحة بنجاحك دي حاجة فرحتنا كلنا إن شاء الله المبيتك يجيب بوردو زابير يبقى مع حدش يعملها في التالي وأشارت أسرته بمشاعر الفخر والزهو إلى أن الجندي حصل على العديد من الميداليات في البطولات الدولية ورغم تعرضه لإصابة عقب أولمبيات توكيو 2020 حرص على التدريبات والمشاركة في نسخة باريس لتكون الميدالية الذهبية من نصيب نموذج الصبر والإصرار والتخطيط السليم لصناعة ورعاية الموهبين اشتركوا في القناة